موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في المطبخ المغريدي مع ربيعاء وكنتمنى مشاهدة الفيديو نضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا اصبق لي وحضرت معاكم زيت غلغولة او زيت علوانة اليوم ان شاء الله هذي نحضر زيت الزيتون الخاصة بالجميل وتشخيق الشعر باش نجح معاكم الوصفة المرجو متابعة الفيديو زيت الزيتون الي كنحتاجو للجميل وتشكيق الشعر ماخش هاش تكون فيها الملحة زيت الزيتون الي كنشريو او كنطحنو كتقدر تكون فيها الملحة بكشيح لاش هذي كنحضروها في المنزل لينا ورا سهلة في التحضير ماخشة علش هتزيد زيتون كزينة سهلة لانه قدي نخدموها في الروبو هذا الروبو هادا اللي كيكم خاص بالكفتة وبالخضراء يمكننا نديروه في هذا الروبو هادا صغير يمكننا نديروها في هذا الروبو هادا كبير هذا الروبو اللي راسبق لي وحضرت فيه الكسكسو ودائما انا كنفتة الكسكسو بهذا الروبو هادا هنا الزيتون اللي هذي نديرو به الزيت ديانا را كيكون عندنا بخلط كيكون حمار اخضار هكذا اسود شوفو عندنا مخلط كنمتكيوب من العواد كنمتكيوب من بيت الوراق كنديروه فيه الزيتون وضروري ما نرسلو الزيتون كنمتكيوب كنكونو وجدنا واحدة الشبكة حدنا لغسلناها كنديروها في الشبكة هاد المالات ديانا إليش فيناه توصخ كنعاو تاني نبتلوها الروبو ديانا ضروري ما يكون هاد الموس هاد ديالو يكون ماضين زيان يكون موس هاد الزيتون ديالنا راهو اكتر هاد الملو هاد الملو تقريبا كيوب واحدة هاكه هو كيبقى علي حسب الروبو واش كبير ولا صغير انا عندي الروبو كبير انا ادرجوش حفنات هنا هاد نصبعكم شوية غيبا باش تشوفو هاد المالس Pink هاد المالس هاد المالس هنا الزيتون اللي انا هنتوا متشوفو كيفاش نبخون والعظومة ليلو رماشي لقوم لهم مهرسين تاني اللي مهرسين كي اللي بقنزها حين انتوا متشوفو كيفاش داير يعني ماشي نضحوق بحال البوغي ولكن رماشي طرفات الزيتون هنتوا متشوفو الطرفات الزيتون هما دايني منها هنا كنجيبو واحدة طاقة كنديرو فيها الماء كنخليوها حتى كتغلي نضيرو بماغي كنقطو هاد واحدة طاجين ديال الطين ما يكون شو جلج يكون مطين الحقيقي هنا كنضيرو كرهوات حسينة به رسخن ما تكون عادية ماشي مجهدة ماشي قليلة هنا كنضيرو الزيتون هنال المغرفة ضروري تكون ديال العوذ هادي نضيرو اللي حسب شنور في النار الإناء ديالنا هنا رطينا فوق النار نوبة نوبة تقريبا ما بين عشرات دقايق 15 دقيقة رحنا كنحركو كارطو اللي تحتاني فوقاني هانتو ما تشوفو الإناء اللي عنا فيه الماء كنرقبوه باش ما ينشفناش إلا شفنا الماء بدا كيقلال تنصخنو الماء وكنزيدوه في الإناء هنا تقريبا واحد 60 دقيقة وحنا نوبة 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 نحركو هنا تشوفو هالزيت ديالنا ديسك التازل هالزيت هنا هنتو ما تشوفو هاد العظومة هادو ديال الزيتون كيوليو هكا قويين حتى الخليب ديالنا هاتو ما تشوفو عليها البرية ديال الزيت طلعت فيه هنا دبافش كنوصلو هاكا كنطفيو النار هنا وهو مازال عندنا سخون كنبيرو المحت كيغلي من بعد ما كيغلي وكيطلق البوخار دياله هادي نزيدو هنيا كأس بالكأس اللي عنبه 150 مليلي لتر هادي نضيف غير المص وندخل هادو في الكميه هدي اللي عني كلماء بنزيد منص اللي اخر وندخل هادو الكميه كلماء في الزيت اللي عندنا عندما دخلنا ديك الكأس بالماء في الخالب دينا إما كنخدمو بيدينا ولا كنخدمو بهادي هكا ضروري من معكو الخالب هكا هنا هدينا عاود نزيد كأس آخر بقياس كأس العنباء اللي ما ضروري يكون غليان ما كنديروش الكيميا كاملة نديرو نصف و نصف وفالالاخير عادي نقولكم شحال عندي الزيتون وشحال تخلص دينا الماء ضروري هدي معك هذا هنا الماء تخلص 300 مليلتر دينا الماء وضروري ما ندعكوها بخام وما يبقاش الماء بوحدو والزيتون دينا بوحدو ضروري ما خلصنا ندخله هانتوما تشوفو الزيت كبدات كتعزلنا هنا هانتوما تشوفو الزيت كتعزلتنا من الفوق هنا منين بديت الماء أول مرة حتى طلعتنا هكا الزيت تقريبا واحد خمسة ديال دقايق هنا ضروري باش نوجدو باش هذين نصفوه كنحتاجو واحد طرف ديال توب من الاحسن يكون الفوال او يكون لون غنزة او يكونوا هالتقاشر هادو اللي معروفين تعليبة تتباعو الخاصين هالتقشيرة هدي قسنا نجيبوها جديدة كنصفنها كندير شوية ديال الماء والخل كنرقدها تقريبا واحد ثلاثة اربعة دقايق و كنعوطن نعصرها و نصفنها و ننشفها و كتبقها لي بحالة مهمة هادو هنا هكا هادو كيجيبونا سهلي لان لكن توب ديال الخيق هذي يشربوني هذا الزيت اللي عندنا هنا كنلبت هكا الغراط بحتف زيت زيتون عروانة راكا نصفوه لكم تقشيرها جليبا هنا ضروري ما كنجيبو واحدة جبانا و هركا واحد صفايا هذي مقا نهزي خالي ديالي كوني علي حسب لحسب لقنا اللي عيدنا هكا و كنحطها هنا وحتى هذا الزويته هذي اللي هبطت هنا وكنتا كنتا كان هصار تقريبا بحل طريقة باش حضرت زيت عروانة غاي زيت عروانة كنا صفخلي طيب زيتهم في الفران هذا عاو ثاني يريد تشمل بطريقة الفران هنا كيمكننا نعصره هكا ببدينا هكا نبقى وحتى ما كيبقى يكيهب الماء ويرو حتى يحبسو وكيمكننا نديرو هكا نديرو هكا وكنجيبو شي حاجة تكون عندنا ثقيلة شي حاجة تكون عندنا ثقيلة وكنحطوها هكا يقرع الماء تعجو جيترو يتلاتي يترو وكنحطوها هكا وكيبقى حتى ما كيبقى شغيع كيهبطنا السائل كتولي ذيكا الزيت تولي الداخل كيولي ناشف هنا الزيتهم فاش نصفوها كنغطيوها وكنخليوها منربعة حتى الخمسة ساعات ويمكننا نديروها بالليل وتبقىنا حتى الصباح باش كتزيد الزيت دينا تصفوها هذا المرجان هذا ما كرميوش هذا كيصلاح لداء المفاصل اللي كيكونوا المفاصل كيدروا كيحرقو كيمكلو كيدهم بهذا بهذا المرجان هنتو ما تشوفو هذا الرمى قشربة هنا الزيت رمى بين الناش مع الناش ولكن فاش كنغيرو هكا هنتو ما تشوفو يعني مزار الزيت فيه هادا كيهنو به نفاصل اليالهم لي كيكونوا نفاصل كيبرو كيلي كيزيد معه بعد الأعشاب هنفاش كنعصروا الزيتهم بينا وكنخليوه في هاتجبانة تقريبا نقولكم كنخليوه من ثلاثة اربعة ساعات وهو في هاتجبانة هذي كتعزلنا الزيت من الفوق وكيبقىنا ذيك المرجان وكيبقى نزغي وكيبقى نزغي الزيت ما كان مزوجة في المرجان وكنبيرو هكا في واحد الكاس هنا الزيت دينا بعد المطفات كيبقى نزغي واحدة صفيفية كتكون هكا أرقيقة ونزغيها في القنينة القنينة عنا مع قنى الكيمية اللي حضرت اليوم أربعة كيلو ديال الزيتون أعطتني 300 مليلتر ديال الزيت طابعية اللي كدخل في الجميل منهم البشرة منهم الشعر لأن الزيت هذي طابعية بدون ملح أنا الزيتون ديالي خرج لي 300 مليلتر ولكن كيبقى على حسب الزيتون وعلى حسب المناطق الزيتون بالنسبة للزيتون كل منطقة وش حركة تعطي تقدر تعطيكم أكثر من 300 مليلتر الكيمية وتقدر تعطيكم قليل هكا كنكون وصلت نهاية الفيديو زيت الزيتون عروانة زيت الزيتون الخاصة بتجميل الغاسو المحضر في الفورن الغاسو المحضر في الشمس تقطير ماء الورد تقطير ماء الزهر طريقة الكحول المقادير وطريقة تحضيرها عندي وما تنسوش تشاركو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ونرجو الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وش حركة